تعد مدينة العالمين الجديدة من أهم المدن المصرية الجديدة من طراز مدن الجيل الرابع لها امتيازات اقتصادية واجتماعية تضاغي مثيلتها في كبرى العواصم العالمية تأتي مدينة العالمين الجديدة ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية في خلال ست سنوات فقط من بدء انشائها الأمر الذي يجعلها نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاتثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية مدينة العالمين الجديدة كمنطقة الساحل الشمالي تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية كما أنها تقع في قلب منطقة زاخرة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية ولجذب المستثمرين لتلك البقعة قدمت الدولة مجموعة من التسهيلات والحوافز الاتثمارية للشركات الأجنبية تشمل تخفيض الضرائب وتبسيط إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات وتسهيلات في الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة وذلك بتطبيق الرخصة الذهبية كما طرحت الدولة أراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة مع تذليل كافة العقبات الإجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية وإيمانا من الدولة بإشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية الضخمة منحت الدولة الفرصة الكاملة أمام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب ومرسى مطروح والسلوم وغيرها والتي بدأت الدولة جهودها فيها منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار ولتعكس المشروعات في مدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الأجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات